شارع بطول 500 متر فقط يأخذ من امانة العاصمة اكثر من 5 اشهر فبعد ان رفع الاسفلت القديم عن شوارع منطقة الوشاش عولج نصفها وترك النصف الاخر دون ان يتم فيه العمل على الرغم من قرب دائرة بلدية المنصور منها وايضا جميع العاملين في هذا المشروع هم من ذات المنطقة احنا هذا يعتبر شارع تجاري يعني مو يتجاري بالدرجة الاولى يعتبر انه شارع السوق سوق الوشاشة التشبيرة اكيد كلها تعرفه او ثاني شغلة بيه مجمعات بيه محلات بيه دور سكنية يطلع على المنصور اهم شغلة هاي صال له تقريبا قبل شهر الواحد يجوق يشطو قال لون تقريب يعني شهر انبلط الكوميا احتيوا يا المهندس مثلا ذاك اليوم رحنا للبلدية اشتكينا على هاي الشغلة قالوا يا با ما عندنا مصاريف انه نصرف على الشارع هذا الشارع عندنا صار 14 بلطوا هذا الشارع بلطوا هذا عن نص وعافوا وراحم البلدية وعندنا شارع هناك بشارع الحكام اثنينات يعني منتهيات كلش نقار وحطسات وهذا ليس فقط تبليط شوارعها او تنظيف ارصفة الوشاش هو ما ينقصها فهي كباقي مناطق العاصمة التي ينقصها ارصف الخدمات فلا مراكز صحية نموذجية ولا مباني مدرسية مناسبة اما التيار الكهربائي فهو حكاية اخرى والله بالنسبة للواقع الخدمي للمنطقة سيئ جدا بداية لا الكهرباء زينة ولا تبليط هذا الشارع صار تقريبا خمس تشر من حفره لحد الان من بلط اضافه الى المراكز الصحية تعبانا هنا مركز صحي تقريبا هدمو قبل سنتين او ثلاثة ولحد الان ما كامل احتيناك على الكهرباء يعني هسا احنا كل خمس ساعات سس ساعات تجينا ساعتين باليوم زين ادري هما يقولون ممنوع التجوال قعدوا بالبيوت زين ادري من نقعد بالبيت غير يوفرون الكهرباء في عام الفين وعشرين ولا زال التباطؤ والتلكؤ في العمل يمارس من قبل المقاولين والمهندسين المشرفين على تقديم الخدمات لبغداد وسكنتها من دون رقيب او حسيب ليكون مردود هذا على جمالية بغداد من جانب وعلى راحة المواطن من جانب اخر ليست بالاحجية ولا هي بالمعضلة عمال واسفلت ومكاء وتحل القضية برمتها من منطقة الوشاش في بغداد محمد فراس قناة التغير